أقول لحضراتكم موقف بقى الإصابات عشان يعني أنا يعني متابع على السوشال ميديا كلام كتير قوي ومنه كلام ملوش طعم ولا معنى ومعرفش الناس دي بتتكلم إزاي على حالات هنا أنا مش بكلم كورة مش بكلم رياضة خالص أنا بتكلم على ناحية إنسانية المرض ده يعني حالة خاصة جدا مفترض فيها أنه إحنا لو مش هنقدر ندعم يعني مش هنقدر تدعم نفسيا معنويا على أقل تأدير إبعد لكن أنك أنت تروج إشعاعات على لعبين مصابين بكورونا كانت أو بإصابات ملاعب أعتقد أمر غير مقبول يعني لا في بقى هنا كلام عن سبء ولا في كلام على ترند ولا في كلام حاجات دي ملهاش معنا ولا مقاييس أمام المرض خليني أقول لحضراتكم وليد سليمان واحد وليد سلبي كورونا نطمنكم على وليد الحمد لله ولكن هو بيعاني من بعض الاتهابات في الشعب الهوائي عشان كده يعني الجهاز الفني يفضل أنه هو يريحه بدر هيستمر مع منتخب المغرب وكل الكلام كل ما قيل حول حالة بدر أنا مش عايزة أعيد الكلام اللي تقيل بس بس أنا أقول لحضراتكم كل ما قيل عن إصابة بدر بنون وعن تدعيات كورونا وتأثيرها على صحة بدر بنون وعلى الجهاز التنفسي وعلى عضرة القلب لا أساسها له من الصحة بارسيتاو برضو سلبي كورونا وبيفضلوا أنه ما يتمش الدفع به لغاية لما يتم تأهيله وتجهيزه بشكل كامل لكنه الحمد لله المسحة الأخيرة اللي أجريت ليه أثبتت سلبية العينة أكرم من وقت بسيط جدا كان بيتحرك لواحد من أكبر المراكز الطبية عشان تتم أو يعمل أشاعة ورنين مع ناطيسي عشان يتم التشخيص بدقة تأكد غيابه زي ما قلت لحضراتكم عن المشاركة في كاس العالم لكن التشخيص هدفه تحديد الإصابة بدقة عشان يتحدد البرنامج العلاجي والعملية اللي هيعملها بعد كده بناء على التشخيص ده والعملية غالبا هتتعامل طبعا أو هتتعامل خلاص طبعا خذ القرار بشكل نهائينا هتتعامل برا مصر وبعد الفحص بتاع النهاردة أو نتيجة الإيرانين هيتحدد البلد اللي هيروح أكرم يعمل فيها العملية ويتحدد على أساس التشخيص برضو اسم الطبيب المعالج ميكسوني إيجابي هو حاليا في موزنبيق ومش هيرجع إلا ما تكون مسحيته سلبية طبعا ده بروتوكول عالمي يعني يرجع إن شاء الله بإذن الله بعد ما تثبت سلبية المسحة وإن شاء الله ينضم للفريق ويكون معانا في كاس العالم صلاح محسن للأسف الشديد جدا الإصابة اللي اتعرض لها في مباراة الجونة إصابة قوية جدا في قدم اليمين والأشعة هي اللي هتحسن طبعا بشكل يعني دقيق موعد عودته مرة تانية وإن كانت لحتمالات الأقرب إنه هيغيب عن كاس العالم برضو للأندين متولي حالته مطمئنة جدا بيتم تأهيله في قطر حاليا والحقيقة كل التقارير والشواعد بتقول إنه حالته أكتر من ممتازة والناس الحقيقة بتشيد بيه بشكل كبير جدا وهيعود بإذن الله في نهاية الشهر الجاري سليم معافي طبعا جهزيته ليقته أو كمع من ناحية الفنية هيكون طبعا قرار ميستر الموسماني لكن من ناحية البدنية اللاعب إن شاء الله بإذن الله جهز بنسبة 100% خليني أقول لحضراتكم كمان إنه الجهاز الطبي الحقيقة الجهاز الطبي بيقوم بمجهود كبير جدا جدا والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفعالي النادي الأهلي وبالجهاز الطبي والجهاز الفني والجهاز الإداري على أعلى مستوياتها منذ بدأت جائحة كورونا حتى اللحظة في أعلى المستويات من ناحية الدقة ومن ناحية إنه كل يوم بيتم عمل مسحة للعابين قبل المشاركة في الميران ومش بس بيكتفي الجهاز الطبي بالمسحة لكن كمان حتى اللي بيتم شفاقهم وبتثبت سلبية مسحتهم شفاقهم من فيروس كورونا بيتم عمل تحليل وأشعة للرئة وللقلب عشان يتم التأكد من سلامتهم بشكل كامل وما ينزلوش التمرين أو يشاركوا في التمرين وهم عندهم أي لقدر لتدعيات تأثر عليهم أو على صحتهم جراء المجهود طبعا اللي بيوزل في التمرين بشكل يومي